وهب يجي راكب ومديهم بالجزمة كلهم يا حضرات جايين غلط كل الليلة دي حتى قيس سعيد جاي غلط حفتر جاي غلط كلهم جايين غلط يا حضرات في السحة الملاغبطة دي إسرائيل تركب الناس دي لأن مفيش واحد فيهم ما عندوش إيد بتوجعه كلهم عليهم فواتير فالأنظمة دي مهمتها مساعدة إسرائيل في تنفيذ مقطتها للشرق الأوسط دي الفاتورة اللي لازم يدفعها كل الأنظمة العربية تنفيذ مخطط إسرائيل لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد مش الشرق العربي لا الشرق الأوسط اللي بيأخذ أشكال كتيرة جدا من بينها لأن الاحتلال كشف عن سماح السعودية بتزويد طائرات الاحتلال بالوقود وهي راح تدرب اليمن فين بقى؟ فوق الأجواء السعودية في منطقة زي دي كده شوف التغريدة دي؟ الجيش الصهيوني يوسق سماح ولي العهد السعودي للطائرات المقاتلة الصهيونية مع طائرات تزويد وقود بالمرور في الأجواء السعودية يظهر في التوسيق قرية الحميزة جنوب مدينة حقل قصفت هذه الطائرات المسلمين منذ ساعات بعد هذه المساعدة من سماح سيادة صاحب السمو ولي العهد وإحنا هنا في البرنامج سألنا قلنا ما بين الأرض المحتلة واليمن حوالي ألفين كيلو متر ما فيش أبدا ساعة خزان في طيارة تعمل دا طيارة مقاتلة طيارة صغيرة مقاتلة مش طيارة كبيرة طيارة مقاتلة يعني خزان الوقود فيها على قده فين الطيارة اللي هتطلع من الأراضي المحتلة عشان تضرب اليمن حوالي ألفين كيلو تقريبا تقريبا ألفين وحاجة كيلو وعادنا ندور كنا سزج لحادي ما اكتشفنا أن تم تزودها بالوقود في حميزة في السعودية تخيل؟ أو الله يتخيل لأ مش بس كده دول سامحوا للطيارات دي اللي رايح هتضرب عرب سمحوا لها بأنها تحلق فوق أراضي السعودية ويتزودها بالوقود وده اللي قاله عبدالعزيز مجاهد الإعلامي عبدالعزيز مجاهد اللي كان بيقول الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا لاستخدام مقاتلات المجال الجوي السعودي في عمليات قصف اليمن أمس المقطع أظهر بشكل مقصود عملية تزويد جوي للمقاتلات الإسرائيلية جنوب مدينة حقف أقول لك عالك كبيرة بقى هوا صور نشرها جيش الاحتلال وهي بتتزود طائراته بالوقود التي شربت اليمن بالوقود هل تميزون التدريس في الصورة؟ أقول لك الكبيرة بعض الناس لما طلعت أحد الجرائد الأمريكية أو الإنجليزية قالت أني بلينكين لما قعد مع محمد بن سلمان محمد بن سلمان قال له ما تهمنيش الفلسطين أصلا بعض الناس السزج لحد الآن صدقوا لا لا ما تصدقش كلام ده ما تصدقش بلينكين ده بلينكين ده صهيوني آه بلينكين صهيوني وقال الصور دي طلعها الجيش الإسرائيلي هل كذبتها السعودية؟ هل السعودية كذبت أن الطائرات الإسرائيلية تم تزودها بالوقود على الأراضي السعودية أو فوق الأراضي السعودية؟ ما حصلش هل السعودية كذبت التصريح ده؟ بلينكين لم يقال صدق أولاء أتلانتك الأمريكية محمد بن سلمان قال لبلينكين خلال لقاء جمعه أو جمعهما في يناير الماضي أن القضيل في الصينية ما تهمنيش أصلا أيوة أيوة زي أجداده ما هم أصلا ما يهمهمش هو اللي هم الشريف حسين بس أنه يبقى مالك العرب صحيح الشريف حسين ما هوش جد محمد بن سلمان ده جد الملك عبد الله اللي موجود دلوقتي إنما كلهم نفس الخامة أنا ما همنيش مكة والمدينة أنا عايزة أبقى مالك عالعرب محمد بن سلمان نفس القصة إيه فلسطين دي؟ فلسطين إيه؟ ما كفاية بقى فلسطين؟ أنا عايزة أبقى مالكة على الجزيرة العربية أو ما يسمى بالسعودية